الحقيقة في المفاصل المهمة وفي الانعكاسات المهمة عادة يحصل اجتماع أو يعقد اجتماع للرئاسات الثلاثة اليوم احنا نعيش وضع يتعلق بقضيتين مهمتين الاولى قضية الموازنة ويقرارها وما فيها من خلافات واختلافات كبيرة تحتاج الى خلق قاعدة توافقية لتمرير هذا القانون المهم هذا من جانب من جانب اخر احنا على اعتاب انتخابات مذكرة وبالتأكيد انه اجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بتهيئة الامور اللوجستية لا يتعلق فقط بقضية اكمال القوانين المتعلقة بالانتخابات وتشكيلات المخوضية انما نحتاج لما نسميه بالامن الانتخابي والتوافق العام الاجوال الانتخابية اساسية وضرورية تبنى عليها لذلك عندما تكون هناك اجتماعات عادة اجتماع الرئاسات الثلاث تجري بشكل دوري ويتم التأكيد عليها وتنعقد في ما نسميه بالمنعطفات المهمة واليوم اعتقد انه البلدي مر بمنعطف مهم اقرار قانون الموازنة يشكل تحدي كبير ومهم وخطير عادة ما في الموازنة من نقاط خلافية كبيرة يحتاج الى تبادل آراء خصصا على ذكر الموازنة دكتور يعني الى اي حد يمكن القول ان اعضاء مجلس النواب الكتل في مجلس النواب متفق على تمرير قانون الموازنة المطروحة للامامة وفي القراءته الثانية يعني الاتفاق على التمرير شيء والاتفاق على الموازنة شيء حقيقة قضية التمرير احنا عندنا مادة دستورية تقول ان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة للقراءة لا ينتهي الا باقرارها بالتالي ان الموازنة سوف تمرر سوف يصوت عليها ساكو بعض الآراء تتحدث عن ارجاحها الى الحكومة وهذا حقيقة مسار فيه نوع من التعقيد لكن في النهاية الموازنة فيها خلافات كبيرة فيها قضايا تتعلق بحجم الانفاق سوف تمرر هذه الموازنة ولكن مع اجراء تعديلات مهمة وجذرية وجوهرية عطفا على السؤال الاول هناك الان حاليا اجتماع للرئاسات الثلاث مع رئيس مجلس القضاء العلب لاضافة الى ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق بلاس خارس طيب دكتور حسن متى ينتهي مجلس النواب من القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة بعد جلستين وتحديد الجلسة الثالثة لها يعني احنا في الدورات السابقة او حتى في السنوات السابقة فيما يتعلق بقانون الموازنة عادة بعد القراءة الاولى القراءة الثانية تستغرق ست جلسات تقريبا ست جلسات الى سبع جلسات نيابية القراءة الثانية هو هذا النقاش الذي يجري بدأنا به من يوم امس وهو مستمر يعني اليوم ايضا الجلسة الثانية في القراءة الثانية نحتاج ربما الى اربع او خمس جلسات لاحقة في القراءة الثانية بهذا يكتمل تكتمل القراءة الثانية فيها تقدم الارات تقدم المقترحات يتم تسليط الاضواء على النقاط الخلافية واحنا من خلال جلسة يوم امس وجلسة اليوم تم التركيز على قضايا اجمالية وقضايا عامة في الموازنة الكثير من ما ابرز ما تم التركيز عليه القضية الاولى قضية حجم النفقات الكبيرة في هذه الموازنة واذا قارنناها بالموازنات السابقة نجد فرق كبير جدا يعني عندما نتحدث عن موازنة فيها 164 تريليون نفقات هذا حجم كبير وهائل مجلس النواب دستوريا من حق ان يقلل النفقات يعني ضمن صلاحات الدستورية دون ان يرفعها دون ان يزيد من هذه النفقات بكل تأكيد يعني ليس من حق ان يزيد دينار واحد تعترض الحكومة ولكن في تقليل النفقات هذا حق دستوري يستطيع مجلس النواب ان يقلل وان يضغط النفقات احنا الملاحظة يعني في تقرير اللجنة المالية التقرير الاولي للجنة المالية حول مشروع القانون انه هذا الفرق فرق كبير جدا عندما انقارنا في عام 2020 عام 2020 ما عدنا كانت موازنة ولكن على الانفاق الفعلي طيب دكتور عفوا علي دكتور حسن هل هناك اتفاق على رقم معين للموازنة بعد الرفض المتواصل داخل البرلمان للرقم الحالي فيها يعني قضية الاعتراض على الرقم الموجود وهو اعتراض منطقي وحقيقي واعتراض مبني على أرقام يعني جاءت من السنوات السابقة هذا أرقام الفعلية نسميه النفقات الفعلية هذا الاعتراض لا يعني انه الرفض المبدئي بكل تأكيد انه يعني احنا عندما نتحدث عن صلاحية دستورية نتحدث عن ثلاث قضايا القضية الاولى التخفيض الرقم غير واضح طبعا هذا عندما نأتي الى الابواب ونفكك الابواب عندما نجد انه مثلا في المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية النفقات ما نسميه النفقات التي تكون ضمن النفقات الجارية غير الرواتب عندما يكون التوجه الى تقليلها وضغطها وجعلها بالحد الأدنى هذا باب نأتي الى ابواب اخرى ليستطيع مدلس نواب ان ينقلل من خلالها بالتالي سنصل الى رقم اعتقد سيكون رقم تقريبا بين الرقم السابق يعني الرقم المعتمد نحن ذا رجعنا الى نفقات عام 2020 ما عبرنا 110 تريليون يعني السقف الذي تريدونه عند 110 تريليون قد يكون في حدود هذا الرقم يعني لحدها الرقم غير محدد لكن من خلال النقاش من خلال المناقلة بين الابواب من خلال التقليل والنفقات سوف ينتج رقم بالمناسبة انا اؤكد على قضية حتى تكون واضحة لدى في ذهن المشاهد الكريم انه هذه الارقام هي ارقام تخمينية ليست ارقام حقيقية الارقام الحقيقية هي الارقام السابقة ولكن الاستقطاعات ستكون حقيقية في حال اقرت بالنسبة للاستقطاعات لدينا فيها قضيتين القضية الاولى طبعا اتحدث عنها دائما عندما نذكر السلبيات نذكر ايجابيات الايجابية وابدأ بها انها اعفت اصحاب الرواتب القليلة 500 فما دون هذا ليست فيها استقطاعات هذا التفاتة جيدة ايضا بين ال 500 الى مليون يعني الاستقطاع يتراوح بين 500 الى 50 هذا ايضا جيدة لكن ما بعد هذه الدرجات يوجد استقطاع نحن بشكل عام مع تقليل الفوارق بين الموظفين هذا مبدأ ثانيا لكن لسنا مع ان يكون استقطاع حاد ومفاجئ بشكل كبير حتى الموظف يعني اللي امرتب وضع المالي ومرتب وضع المعاشي على راتب معين لا بأس ان يكون هناك استقطاع لتقليل الفوارق ولكن لا يكون الاستقطاع كبيرا جدا هذا من ناحية الناحية الاخرى في الاستقطاعات عندنا قوانين نافذة قوانين متعلقة بالضريبة المفروضة على الدخل هناك قوانين نافذة ما جاء فيها من ارقام هو مخالف للقوانين النافذة قوانين ضريبة ولذلك يعني القضية بها جنبتين الجنبة الاولى تتعلق بالوضع العملي المعاشي التطبيقي والوضع الثاني تتعلق بجنبة قانينية لكن ليس بالأرقام الحالية طالما أنه في حال عدم تمريرها بشكل مطلق سوف تعترض الحكومة وتقول نحن بنينا الموازنة على أرقام واستقطاعات وبالتالي شكلنا موارد مالية تأتي من خلال هذه الأقل